عشان تبقوا موجودين في كأس العالم لكن كأس العالم مبارح كان برضو له حالة خاصة جدا 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 المنتخب البرازيلي والمنتخب الكرواتي والمنتخب البرازيلي بيعمل رقم سلبي مع رقم نمار الإيجابي اللي هو بيعادل أرقام بليه في الأهداف المسجلة مع المنتخب البرازيلي ولكن بيجي المنتخب البرازيلي يتقدم في الوقت الإضافي وده في الأدوار الإقصائية يا جماعة أي منتخب كان بيتقدم في الشواط الإضافية كان بيحاق الفوز المنتخب البرازيلي مبارح اتكسرت القاعدة والمنتخب الكرواتي بكيارة مودريتش بيحقق التعادل وبيصلوا الرقلات الترجيح وبتفوز كرواتيا برقلات الترجيح وبتعود كرواتيا مرة أخرى للعامة للبطولة التانية هتوالي أنها تكون في المربع الزهبي عشان تكون في مواجهة مين؟ مواجهة المنتخب الأرجنتيني اللي كان أمام هولندا متقدم 2-0 قلنا خلاص البطولة خلصت لكن يعني نموذج كده من الوقت بدل الضايع وفي الدقيقة العشرة قلبنا بيتوقف فتقول لي أنت إيه؟ أنا أقول لك أرجنتيني الهواء لا لا أنا أريد أن أقول لك حاجة طب أنت قلت تكلمت الأمانة في ملك الأرجنتيني إحنا فجأة بعد خروج البرازيل حتى في ناس أنا بشجع البرازيل أنت طبيعي مش هتتعطف مع الأرجنتين في حالة مبارح لا الأرجنتيني والبرازيل ما يخرجش في يوم واحد وأغلب الناس أنا شفتها نفس الشعور ده فيعني برقلات الترجيح قلنا يا عم إمليانو دورك بقى يعني أنت متمكن في القصة دي فإمليانو يعني ينقذ ميسي ورفاقه ويسعد برقلات الترجيح لكن في بقى حالة كده حصلت لميسي غريبة ميسي الهادي الوديع اللي أحيانا في أوقات كتيرة جدا كان بيبقى بيرمي الفوطة حتى هو لعب في برشلونة في بعض المباراة زي مواجهة لفربول الشهيرة كان بيبقى يعني خلص استأنس كده في الآخر وفقد الأمل ميسي ما كانش في الحالة دي مبارح لأثناء المباراة ولا بعد المباراة أثناء المباراة في لقطة شهيرة جدا رايح يحتفل أمام مدرب منتخب هولندا فانخال لا دي بعد المباراة أنا عايز الاحتفال بتاع ريكلمي الاحتفال اللي احتفله بعد الهدف التاني وهو حاطت إيديه وراء ودنه كده ليه فانخال لأن التصرحات أيها دي ميسي رايح قدام يعني المدير الفني للمنتخب هولندي بيعمل كده طب ليه بقى القصة؟ خلينا أقول لكم القصة إن الأرجنتين عندهم مشكلة كبيرة جدا مع فانخال من لعبين كبار ريكلمي طبعا كان أحد يعني المواهب اللي كان مشهود لها بالكفاءة وده طبعا احتفاله ريكلمي كان انضم لبرشلونة وقت ما كان فانخال المدير الفني لفريق برشلونة تقريبا هي سنة واحدة أو موسم واحد وريكلمي بسبب فانخال ساب فريق برشلونة وطلع وقتها قال أنا أصلا ما كنتش عايزه أنا كنت عايز جنزلس من الأرجنتين والإدارة هي اللي جابت ريكلمي فتخيل ميسي بمخيلته دي وإزاي تواصل الأجيال جاي قدام فانخال يفكره مين هو ريكلمي الأرجنتيني والأجيال اللي بتتواصل ده فين؟ ده بعد الجولة التانية بعد المباراة راح ميسي شاور ليه فانخالي الصورة التانية بقى ليه كده؟ ليه لتصرحات فانخال ما قبل المباراة؟ قال إن كرة القدم الأرجنتينية أو المنتقب الأرجنتيني ما بيقدموش حاجة كبيرة ومرضودهم الفني ضئيل وإشار بنفس إشارة ميسي فميسي يعني ما عدهاش شالهاله لغاية لما تخطر أكلات ترجيح ورح قال له أنت للمنتخب ده وكمان تلعى تصرحاته قال إزاي يكون هو منتخب بيعتمد على اتنين طوال وكرات عرضية عشوائية سجل منها هدفين جاي بيتكلم عن المنتخب الأرجنتيني فمشكلة فانخال مع الأرجنتينيين كانت كبيرة جدا حتى هو بيدرب منشستر يونيتد كان أحد الأسباب اللي قضى على ديمارية فواضح جدا أن فيه تصريحات يعني سموه في الإعلام الأرجنتيني السرصار فيه تصريحات كتير قالها ابن براء حتى لما قال لو وصلت لرقلات الترجيح أنا الأكفة وهنا بصراحة أنا وقفت عند النقطة دي كتير يعني الديني أمارة انت جايب الجرأة دي منين منتخب هولندا لقى برقلات ترجيح عشر مرات منهم تمانية في بطولات كبرى فاز مرتين وتمان مرات برة آخر لقلات ترجيح ما بين هولندا والأرجنتين فالفين واربعتاشر الأرجنتين هي اللي فازت فانت على أي أساس بتقول أنا كفتي أرجح طلع طبعا إيميليانو مارتينيز اتكلم بعد المباراة وقال عليه أن يدرك أمام الأرجنتين أن يتكلم قليلا أو يصمت على الإطلاق فكانت دي بعض المناوشات اللي حصلت بعد المباراة وعشان أنا أرجنتيني الهواء أتمنى الأرجنتين تكمل وإن كان كل أمنياتنا للمنتخب العربي المغربي أنه يحقق الإعجاز ويحقق البطولة ويفوز بكأس العالم لكن لو ما قدرش يسعد الموران نائية فأنا أكون داعما لكرة القدم أنها تنتصر لرحلة ميسي ورحلة الشعب الأرجنتيني اللي كانوا عاملين قبل كأس العالم حالة قال لك احنا في 86 كانت الدنيا بتمطر عندنا وحنا بنلعب كأس العالم قال لك احنا عندنا مرادونا أعظم لعب وقتها في العالم وعندنا ميسي دلوقتي فهاء بقى بس فيه مبارح حالة كمان لا علاقة بالمنتخبات اللي هتسعد نصف النهائي النسخة اللي فاتت يا جماعة قد نصف النهائي أشبه بأمم أوروبا أربع منتخبات بلجيكا كرواتيا كانت كل المنتخبات وفرنس طبعا المنتخبات الأربعة اللي وصلوا نصف النهائي كانت منتخبات أوروبية الأرجنتين كسرت ده والمغرب جت عاملت المفاجأة وقالت لا الوضع مختلف المراد الأرجنتين وانا بشوف ميسي ممكن انا كنت بتكلم في قصة حالة نفسية أنا شايف أن كمان ميسي حتى بعد مباراة في المؤتمر تصرحات بالنسبة لي ميسي ليس بهذا العنف أو هذه العدوانية يعني وصف أحد الناس بالأحمق خلال المقابلة الصحفية وكان ناس كتير جدا بتتكلم مبارح أن ميسي لا ميسي مش ده النرف بتاع ميسي مش ده السلوك النمطي الميسي وأنا بقى شايف اللي أسامة قاله لا ميسي كمان بياخد ده وبياخد أمور من التاريخ وبياخد الجو اللي حواليه عشان يخلق لنفسه ده وافع أنا شايف أن ميسي هو محتاج البطولة دي شايفها آخر بطولة لي في كاس العالم شايف أنه هو يقدر يخرج بصورة تاريخية ميسي آه طبعا بعد ما حقق بطولة أمريكا الجنوبية طبعا مع منتقب الأرجنتين طبعا فرقت معاه وأكيد طبعا هو كان سعيد بيها ونفتكر وقتها قد إيه سعادة اللاعبين به فما بالك كاس العالم يا جماعة مرادونا كاس العالم مازال عالق في أذهان الناس إلى هذه اللحظة ما بالك ميسي ميسي هو أنا بقول لكل حد بتفرج على منتقب الأرجنتين كل دقيقة موجود فيها ميسي في الملعب علينا جميعا إن إحنا نستمتع بليونيل ميسي علينا جميعا إن إحنا ندرك تماما إن ده آخر كاس عالم هتشوف فيه ميسي اللي جاي يا جماعة ما فيهوش ميسي فاستمتعوا بميسي استمتعوا مبارح زي ما شفنا بتمريرة إيه ده وفيه كده عكس قوانين الطبيعة وعكس كل حاجة أنت ممكن تعتدها وشفت تصوير من فوق طبعا الملعب لتمريرة ميسي أنت عمر دماغك مع تروح إن ميسي يلعب الكرة بالشكل ده ولكن ميسي هو ميسي عشان كده كاس العالم بجد بجد هذه المرة هي رهان ميسي اللي بيخلق عشانه تحديات ودوافع بيشحم بها نفسه قبل أي حاجة بص هو القصة باختصار شديد إن قرة القدم في احتياج شديد في احتياج شديد إن يفوز الأرجنتين وميسي بكأس العالم يعني تكون القصة والرواية والحدوتة مقبولة ما يبقاش فيه ظلم لقرة القدم يمكن ميسي كان ضحية نجوم كتير جدا إن أطلقنا عليهم نجوم في منتخب الأرجنتين على رأسهم هجوائين مثلا في بطلات كتيرة جدا في صناعة أهداف محققة ولكن بتضيع الأهداف المحققة وبيدفع ميسي الضريبة من إن تاريخه يكون مفيش فيه حتى هذه اللحظة كأس العالم فعدلة كرة القدم اللي هي بتكون عادلة على مر الزمان إنها تمنح الأرجنتين هذه البطولة إن لم تمنح أو يستطيع اقتناصها المنتخب المغربي اللي بتأكيد المواجهة تكون صعبة جدا سواء من المنتخب الفرنسي المتقدم حاليا على المنتخب الإنجليزي أو حتى المنتخب الإنجليزي لو عاد في المباراة ولكن يعني دعونا ننهي النهاية السعيدة لقرة القدم مع ميسي بالفوز بكأس العالم ده كان كلامنا عن كأس العالم وكان كلامنا عن المنتخب المغربي وكلامنا عن المنتخب الأرجنتيني وتحديدا ميسي بعد خروج نيمار والآن أو اليوم خروج كريستيانو رونالدو أكيد هيكون فيه إمبابيه اللاعب المضيء جدا فيه بطولة كأس العالم دي أكتر لعب صنع أهداف يمكن ميسي يأتي في المرتبة الثانية بعده صنع ست أهداف ميسي على مدار تاريخ كأس العالم من 1966 ساهم في 17 هدف يتبقى لهم هدفين فقط لغير يساهم فيهم لا ده أنا أتكلم عن ميرسلاف كولوزا اللي هو 19 هدف يعني ساهم فيهم كأعلى لعب ساهم فيه أهداف في كأس العالم ميسي كمان تخطى رقم الأرجنتيني مارادونا مارادونا طبعا يعني ساهم فيه 16 هدف ميسي ساهم فيه 17 هدف هنشوف الرواية تخلص على إيه في كأس العالم اللي خارج التوقعات عشان لما ييجي واحد كان يقول لكم في البداية إنه ممكن يتوقع صوت قطر وتطلع قطر بدون صوت تعرفوا إن دي كانت من مفاجأة وخارج التوقعات نشوفكم بعد الفصل